ماثيو ليكي يسجل الهدف السابع الدولي في 52 مباراة دولية واول اهداف المباراة بالدقيقة 32 من عمر اللقاء بالدقيقة 32 ماثيو ليكي يسجل اول اهداف المباراة بالدقيقة 32 من عمر اللقاء كورة ملعوبة جميلة تكتمل سريعة من جانبه ويكملها اللاعب الخالى من الرقابة المنطلق من خلف المدافعين ماثيو ليكي لاعب نادي هيرتا ثالثة يسجل اول هدف دولي اول هدف دولي الى والهدف الثاني بالدقيقة 53 من عمر المباراة نابوت يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 52 من عمر المباراة واول هدف دولي لهذا اللاعب اول هدف دولي لهذا اللاعب في ثالث مباراة دولية يلعبها اول هدف دولي في ثالث مباراة دولية يلعبها هذا اللاعب في شباك جمهورية تشيك بالدقيقة 52 من عمر المباراة اندريو نابوت بعد ان سجل في شباك كندا غنقلادش اليونان العراق الامارات تايلند اليوم يسجل هدف فيه في شباك تشيك ثلاث اهدام خسارة قاسية هي نفس نتيجة اللقاء الدولي الودى الاخير اللي جمع على المنتخبين المنتخبان ميلوز ديجينيك البديل ميلوز ديجينيك يسجل اول هدف دولي الى بالدقيقة الثمانين من عمر المباراة هذه المرة سبقونا الاثنين واثمانين ديجينيك اول هدف دولي يسجل ميلوز ديجينيك اول هدف دولي يسجل شوفوا الكرة ارتقمت في المدافع وغيرت مجراها وبالتالي اول هدف دولي لهذا اللاعب ديجينيك يسجل في مشواره اشتركوا في القناة